موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين عيدكم بارك وكل عام وأنتم بألف خير قرابة تسع سنوات وتسع أعياد مرت خلال الحرب والاضطراب في اليمن مع كل عيد يفرح اليمنيون بالقدر الذي تسعهم فيه اللحظة وتسمح لهم الفرصة وتجبرهم الظروف ومتطلبات إدخال البهجة على الأهل والأحباب في وقت يحتاجون فيه جميعا للفرحة المستدامة والأمان والاستقرار عيد أو تسعة أعياد مرت واليمنيون يترقبون الدولة والأفق على الدولة تعود وعلى أعلام الجمهوريات رفرف من جديد من رأس جبال عيبان ونقم في العاصمة صنعاء فتتداخل الفرحة مع أبناء اليمن في ريف ذمار والحديدة والبيضاء وريمة والمحويت والجوف وصعدة وإب وتعز وحجة وعمران وغيرها ما تزال إذن ما يزال اليمنيون إذن يترقبون ويأملون بالأمس نقلت الكاميرات صلاة العيد من العاصمة المؤقتة عدن استفى مجلس القيادة الرئاسي استفى قيادة اليمن مجلسي النواب والشورى الحكومة استحضرت الصورة وقيادة هذه الحكومة والقيادة الجديدة للبلد استحضرت القيادة العتيدة التي يأمل اليمنيون أن تخرجهم مما هم فيه إذن في صف الصلاة على رمال أرض الوطن وتحت سمائه أخيرا بعد سنوات من الانتظار فابتهج الطير وأيضا الشجر على الأرض ابتهج الطير في السماء والشجر على الأرض أملا في أن يكون وأن تكون العودة مقدمة مهمة لبهجة الإنسان وسلامة اليمن واليمنيين واليمن اليوم غير السعيد منذ سنوات مضت قريبا من هذه الأمال تأتي حلقة اليوم وتغطيتنا الخاصة اليوم عيد العودة الدائمة لقيادة الدولة والمؤسسات عودة تعود معها الأوضاع للتحسن والأسعار للتوازن والحياة للمرافق العامة والخدمات إذن أعزائي المشاهدين عيدكم جميعا سعادة وصحة دائما عيدكم يمن قريبا من أحلام أطفالكم ومن طموحات وتطلعات كباركم واستحقاقات مهاجركم والمستقرين منكم والنازحين والمغيبين أيضا عنا وعنكم نعود معكم ومع العيد واستحقاقات الفرحة اليمنية وضيفنا الفاضل في الستوديو أمين عام الجالية اليمنية في المملكة عضو الحراك الجنوبي المشارك الأستاذ حسين باهميل الذي نرحب به أهلا وسهلا بك أستاذ حسين حياك الله أستاذ رحيم العام وأنتم بخير وأهلا بكم وسهلا تشرفنا فيكم اليوم اليوم نحن سنوطي هذه التاطية الخاصة العيدية السياسية أيضا نفرح بالعيد ونفرح بهذه العودة الطيبة لقيادة الدولة ولمؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد هذا الفاصل سندخل في نقاش إن شاء الله يكون للجمهور أيضا أماله وتواجده من خلال هذا الحوار إذن فاصل أعزائي المشاهدين نعود لنبدأ حوارنا مجددا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وعيدكم مبارك نبحر معكم في ضفاف نهر الأمل من خلال حلقة اليوم التي تتزين بتلك العودة لقيادة الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر رمضان المبارك وظهورهم المهم يوم العيد في سواحل اليمن السعيد وهي لحظة فارقة جاءت بها الظروف والأقدار لترسم ابتسامة أولى في درب نتمنى أن تدوم فيه ابتساماتنا وأفرحنا وأفرحكم جميعا في كل مكان أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بك إذن أستاذ حسين في حلقة اليوم حلقة اليوم تغطية خاصة ولكنها عيدية أيضا الكلمة لك بعد هذه الصورة التي نقلها لنا هذا العيد أولا نتقدم بالتهنئة الخاصة إلى مجلس القيادة الافعاسي برئيسهم وأعضاءهم وكذلك التهنئة الخاصة للشعب اليمني الصادر الصامد الشعب اليمني الذي لم يفقد الأمل قط يعني الشعب اليمني عايش على الأمل ولولا الأمل لكننا احنا ولكن هذا الأمل يظل معلق ب يعني كل الخيرين من أبناء اليمن كل المسؤولين الذين لديهم يعني الحس الوطني الذين لديهم أنا الغيرة لكن نحن نقول أن العيد هذا بإذن الله تعالى سيكون عيدا سعيدا على اليمن السعيد اليمن عمرها ما كانت غير سعيدة رغم كل المحن والظروف لكن سعادة اليمنيين في قلوبهم في كل أنت تراها في الناس تراها في وجود الناس الناس رغم كلها بالحرب رغم كل المعاسي متمسكين بالأرض نحن ممكن إحنا خارج نشعر بأنه أكثر منهم لكن دي في الأرض متمسك بالأرض متمسك بالحياة متمسك بالأمل ولن يفقدوا اليمنيين الأمل أبدا لأنه آخر يعني هم ليس لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذه البلد وهي مرجع للناس كلهم إحنا اليوم في هذا العيد الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا سعيدا وأيضا نتمنى كما ظهرت هذه القيادة ونتمنى لها التوفيق في العيد أن تجعل اليمن في عيد على طول اليمنيين يستحقون أنهم يعني الشعب يستحق هذه القيادة تقود إلى بر الأمان القيادة بمسؤوليتها اليوم في أنها توفر للناس متطلبات الناس ما عندهم ثقف عالي ومطلبات عالية عندهم أشياء بسيطة أنها تبغى تفرح في العيد اليوم وجود الحكومة وجود القيادة خلى الناس فرحانة رغم أنهم ما يجابوا شيء عادهم للأهل لكن وجودك مع الناس يحسسهم بالأمان يحسس الناس أنه في دولة في مؤسسات في كبا هذا الوجود جعل الناس يعني تفرح بالعيد كان عيدهم يعني أكثر مضاعفا عيدين يعني بوجود الحكومة بوجود مجلس القيادة أعضاء مجلس النواب كل الدولة رئيس مجلس الوزراء كل الخد يعني كل مؤسسات دولة الناس تطمح إلى مؤسسات أن يروا دولة فعلا حتى لما جاءت زيارتهم إلى الخارج جاءت زيارة عن يومين عن ثلاثة أيام يشعر بها المواطن أنها شكل من أشكال الزيارات المأهودة والمألوفة لقيادات الدول شوف أخي براهيم يعني إحنا نقول أنه بعد تشكيل مجلس القيادة وبعد الأداء اليمين في عدن وبعد هذا هذا اليوم ليس كقبله ونتمنى أن يكون هكذا أي شيء مطلوب مننا نحن كشعب نعم أولا أننا نعطيه فرصة وأن يعني نكون في متطلباتنا في الحاجة الممكنة يعني إحنا نبغى الناس يبغون إذا جبت له كهرباء أنا قبل شوي قبل ما أجي معك كتبت الواحد أن أنا سيكون لقاء في قناة عدن قال لي ما عندنا كهرباء الكهرباء طافية في عدن للأسف يعني إيش اللي يعني إحنا الناس تبغى أبسط حاجة مقومات الحياة إحنا نطلب الآن أو نرجو من مجلس القيادة والحكومة أن ترى أولويات هي متطلبات الناس إيش تبغى الناس الناس تبغى كهرباء تبغى طريق تبغى ماء تبغى أبسط الحاجات تبغى مدرسة يبغى مستشفى يروح تعالق له الإنسان هاري الوسائل اللي تبغاها الناس تبغى عيش الموظف في المدن يبغى راتب نعم يعني أنت اليوم يعني إيش يبغى بك تقلس يجلس في معاشك هو يجي يبغى منك شيء زي رب الأسرة لما يجي يجلس في البيت ما يكون عنده أدوار ما يجي ببصاريه في البيت ما يروح يشتغل ما يروح يجلب الناس لأبناءه لأطفاله يجيب لهم ده ما لحاجة بيضروا أولادهم للبيت يقولوا انتهاء عالة علينا هذا يكبع ولذلك يجب أن تتحكون المسئولية مسئولية فعلا حقيقية مسئولية إنجاز ترتبط بالإنجاز وما يقدم أنت إنجز اليوم علشان تعطي أمل للآخر نعم نحن اليوم أمام تحديات كبيرة تحديات ما في شك إنها أكبر وتحديات يعني لكن أحنا أبسط حاجة أنت الآن في المدينة اللي أنت فيها عدن بحجمها بكبه وفترها يعني إن شاء الله تكون هذه الزيارات واللقاءات مع الأشقاء مع كبه أنت المتروح الناس ما تبغى تتفرج عليك في التلفزيون تبغى تشوف إيش اللي جبت إنت إيش اللي طلعت الناس إلى اليوم يتطلعون الصرف العملة يعني شيء يعني فرحة الناس أول ما قالوا كبه هبط الريال رجع الريال الناس تراقب الشاشات أنا سأبحث معك أستاذ أصداء ما قاله المسؤولون وما قاله أيضا المواطن أنا سأذهب إلى بعض الفواصل أو هذا الفاصل الذي يتعلق ببعض التصريحات الخاصة من مسؤولين وهم على أرض بلادنا الطاهر على يعني ترابه هم يهنئون اليمنيون اليوم من من جوارهم من قريبا من عششهم من منازلهم من أفراحهم من أتراحهم من محلاتهم والتجارية من كهربائهم من طرقهم وخدماتهم هم اليوم يتواجدون هناك نحن نريد أن نلحظ الفرق في شكل التهنئة في صورة التهنئة في كلمات التهنئة التي تأتي اليوم من قيادة الدولة من قيادة المؤسسات من قيادة الحكومة ثم سنبحث أيضا عن الصورة المقابلة من المواطن إليهم أذهب إلى هذا الفاصل الذي فيه مجموعة من هذه المشاعر كل التحايا لأهل عدن وكل اليمن إن شاء الله هذه مناسبة دينية طيبة لكي نقف جميعا أمام هذه الأوضاع التي انفجرت في بلادنا منذ سبع سنوات وأكثر نحاول بقدر إمكان أن نخرج من هذه الأزمة منتصرين ومتالفين ومتحبين شعبنا اليمنية العظيم قواتها المسلحة وقيادته بمناسبة عيد الفطر المبارك إن شاء الله ونسأل الله أن يعيده على بلدنا وقد تطورت وقد انتهت الحروب وقد يضيع على الشردمة الخبيثة الحوثية كل عام والجميع بخير في عدن وفي كل محافظاتنا المحرة نحن اليوم أدينا صلاة العيد مع قيادتنا السياسية مع المج مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي لكل شارك هذه البهجة في العاصمة عدن لكل سعيد أن الجميع متوحد في صف واحد وهو صف الحرب على المتمردين ومليشيات إيران ومتجمعين للتنمية أيضا والتنمية للعاصمة عدن فرصة طيبة أن نوجه فيها إلى الشعب اليمني كافة التهاني كل عام وهم بحال أفضل وطيبون بإذن الله وهي أيضا فرصة تجتمع فيها كل قيادات الدولة وتوجه رسالة إلى أن اليمن بإذن الله يمن بخير ويتعافى نأمل من الله التوفيق لنا وللوطن العربي كافة ونوجه في أيضا رسالة إلى جاليتنا في مصر التي تتواجد عندها نقول لهم كل عام متطيبين وبإذن الله يمن متعاذي وغدا أفضل بإذن الله مباركتنا وتمنياتنا الطيبة لأبناء شعبنا اليمني العزيز والغالي بهذه المناسبة العظيمة بعيد الفترة المبارك بيوم السلام والمحبة والوئام والرسالة العظيمة التي التقى فيها كل قيادات اليمن اليوم على قلب رجل واحد هذا هو الذي سيخلد سيخلد التاريخ وهذه هي الأمانة المسؤولية التي أوقبت على كل هؤلاء الرجال أن يتحملوا مسؤوليتهم بشجاعة وبأمانة وأن يقعلوا اليمن نصب عينيهم بدرجة الأولى وأن يرسلوا رسالة السلام إلى العالم أجمع إلى الداخل وإلى الخارق وإلى أولئك الذين أنقلبوا على الشرعية وعلى الدستور وعلى القانون وعلى إرادة الشعب اليمني نقول لهم أن أي دين مبدودة للسلام ولكنها بنفس الوقت لن تسمح للعباث والعابثين وخيار السلام والخيارات الأخرى كلها مفتوحة فأنا أتمنى أن يروا هذه الرسالة اليوم اليوم الرسالة السلام من المنابر ويوم أمس كانت من المنابر السياسية واليوم من المنابر الدينية في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم التاريخي وأتمنى أننا نتقاوز المحن كل المحن والمعضلات التي والسعاب التي واقهتنا خلال السنوات الماضية وسمعت اليوم من فخامة الأخر رئيس عن زيارتي للمملكة العربية السعودية والإمارات ما يثلق الصدر إذن أعزائي المشاهدين تسعة أعوام رمضانية أو تسعة أعياد رمضانية منذ دخول الحوثيين إلى عمران ثم اجتياحهم للعاصمة صنعاء هذه الأعياد مرت على اليمنيين كما يقول ضيفي أيضا لا يخلو اليمنيون من السعادة حتى في ظل هذه المعضلة وهذا التمرد الذي يتحدث عنه رئيس البرلمان إذن هذه معايدة قيادة الدولة كيف جاءت الأصداء من المحافظات ربما لنا جميعا أقارب في كل مكان ونسمع بعض تلك الأصداء ما هي أصداء التواجد على الأرض التهني عابي لها مكة مختلفة لأنها على الأرض جاءت من الأرض من نفس من البلد فضلا أن كان يهنأوكهم خارج اليوم هم يهنأوكهم وسط المجتمع لكن التهني عابي تحملهم أيضا مسؤولية أنت تهنيني وتعطيني هل جبتوا للشعب ها بعيدية أنت الطفل لما هو يجي عندك يبغى إذن التهنيئة من النسؤولين ليست كلاما ليست كلام إحنا ما نبغى تهنيئة بالكلام إيش هنيتا لكن هي مقبولة بالكلام لكن أنا قلت لك يتواجها أنك عندما تقول والله إحنا جئنا زي ما تفضل الشيخ البركاني أنه أنا استمعت من رئيس مجلس القيادة وعظام مجلس القيادة بزيارتهم ملك العربية السعودية والنتائج وقال أني سماعته ما يسرق الصدر بش إحنا ما نبغى يسرق صدرها نبغى يسرق صدور الشعب يعني لازم الشعب هو اللي تحمل هذا كله اليوم مسؤولية إنت المجيحة نقول مسؤولية معناته إنت المتكون مسؤول أنت تقوم بواجبك ما فيش حد عنده المسؤول عليه واجبات يقوم بها إحنا ما بريد نمدح يا متى نعم إحنا مدحنا أنظمة سابقة ثلاثين سنة حد مدحناه لما طلعناهم اليوم نحن الشعب اليمني معاد عنده استعداد إنه يجلس يمدح إلى متى الشعب اليمني يبغى ناس تجيب له يا أخي كهرباء أنا أتكلم معك من البداية إحنا العيد أنا أبدأ ليش بهذه الأشياء لأنه الواجبات في العيد اليوم دي ما قلت لك ما في شك أنا لا أقلل قلت لك الأمل موجود إنه إحنا الآن متفائلين بهذه الكوكبة وهذه القطار على السكة سيئة القطار القطار على السكة لكن القطار هذا إيش المحمل القطار لا تكفي لا يكفي الأمل ولا يكفي نعطي الناس كلام اليوم نحن أنهينا الخلافات هم كلهم تكلموا أننا بصدور ومنفتحة وأننا أهم نقطة أن القيادة هذه تكون هي كلها على قلب رجل واحد يكون عندها هدف واحد يكون عندها هدف أولا هدفها أن تجعل المناطق المحررة مثالا ونموذجة مثالا ومؤسسات وتجعلها دولة أستاذ حسين أنا في ظل هذه التساؤلات سأذهب أيضا إلى الضيف الأول في حلقة اليوم سنتداخل ما بين مداخلات الأستوديو وأيضا السماع لضيوفي الدكتور فيصل عواضي أهلا وسهلا بك مستشار رزارة الإعلام أهلا وسهلا بك مبارك دكتور فيصل دكتور فيصل عواضي معي نعم نعم أهلا وسهلا وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وكذلك التحية موصولة والتهنئة للأخ الشيخ حسين باهوميد هذا الرجل الوطني العظيم دكتور فيصل ما الجديد في هذا العيد كيف جاءت تهنئاته المرفوعة من المسؤولين إلى قيادتهم وإلى الشعب وأيضا من الشعب إلى المعبر عنها ربما بفرحة ربما بابتهاج ربما بتواصل ربما بانفراجة أمل كما يقال كيف جاءت الأصداء بسم الله الرحمن الرحيم أولا كل المسؤولين الآن يدركون من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه في الحكومة والبرلمان في كل مؤسسة الدولة يدركون أن المواطن لم يعد يحفل بالكلام أو الوعود التي لا تجد طائلا في تنفيذها على الأرض فهم عندما تحدثوا بتفاعل ووحدوا بوعود كانوا هم أكثر قناعة أن هذه الوعود ستنفذ وستطيع طريقها إلى التنفيذ وإلا لما كانوا أعلنوها واحد من الوعود دكتور فيصل واحد من الوعود التي أعلنوها في رمضان أن البرلمان سيعقد الجلسات متتالية ما بعد العيد وكان الأمل تسرب وتبخر ربما بخروج رئيس مجلس النواب والنواب من العاصمة العدن بعضهم ربما غادر لكن بعودة رئيس البرلمان وعيده في عدن ربما عادت الأمل أيضا أليس كذلك هو عندما خرج الرئيس بعض عظام مجلس النواب هم أعلن أنهم رفعوا الجلسات إلى مضع العيد وأن هذه جانزة وعودتهم الآن تؤكد بأن الوضع فعلا مختلف بأنهم ذهبوا فعلا في إجازة وعادوا لم يعد الذهاب كما كانت في الماضي يعني خرج ولم يعود أو إكره على الخروج وكذا إلى آخر لا الآن الوضع اختلف تماما وعودة رئيس مجلس النواب والأعضاء هذا سيمهد لإنعقادهم الذي سيستلم الذي ستكون من أول مهامه مهامه لجلسة نقل المجلس النواب هو من أقشة بيان الحكومة من جانيتها وخصة عملها وستكون الأمور الشفافة جدا أمام المواطن بأن هذه خطة العمل التي نقرها مجلس النواب للحكومة وسيتابع تنفيذها وستكون أنتم بالصورة تتابعنا أولا بأول نعم سنتابع بالتقارير الدورية التي تصدر عن هذه الجهات برلمان كان أو حكومة أو غيرها من المؤسسات ونريد أرقاما نريد أفعالا كما يقول الشيخ حسين وتقول أنت صديق الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة العلام أشكرك على تواجدك معنا في هذه التغطية الخاصة العيدية لكنها أيضا تغطية خاصة لهذا التواجد وهذه الفرحة بالتواجد في العاصمة عدن لقيادة الدولة أشكرك جزيل الشكر وأعود إليك أستاذ حسين إذن في الأستوديو أعود إلى ما دار خلال رمضان في جلسات البرلمان تحديدا هل كانت في مصفوفة حديثكم العيد مع الأهل والأقارب كيف كان ذلك التفاعل كيف كانت تلك الممارسة الحيوية ما بين الحكومة والبرلمان وبدء التساؤلات الحكومي الرقابي ربما أيضا من قبل ليس الحكومة فقط وإنما من قبل البرلمان المعني بالرقابة أيضا أولا أنا أهني الأخ دكتور فيصل والرجل المثقف هذا هو يعني نحن معنا في الجالح سيرة طويل نحن وياه هو رجل تعلمنا منه الكثير ثاني شي عود الكلام الأول شي الواجبات أو الناس تتحدث مهام إيش مهام كل مؤسسة من مؤسسة الدولة نعم إيش مهمة البرلمان ما هي مهمة الحكومة رئاسة الوزراء والوزراء ما هي مهمة أعضاء مجلس الرئاسة ومهمة كل عبو في مجلس الرئاسة متى ما عرف كل مهمته وأداها بأمانه ستكون هناك دولة فعلا نعم أنت تعرف مهامك إحنا لا نريد أن نعرفهم مهامهم الناس تحتاج مهامك هي أنك أنت كيف تدير البلد كيف توفر للناس أمن استقرار معيشة كيف توفر للناس هذه المطلبات يعني أعضاء مجلس النواب مجلس تشريعي مجلس عندما انتخبوا هؤلاء قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة يعني كانت برامجهم على حسب النظام السابق يعني اليوم ممكن تغيرت هل غيروا برامجهم ولا عادهم على نفس البرنامج القديم على نفس البرنامج اللي انتخبوا عليه فبالتالي هنا المشكلة يعني انت اليوم احنا لا نبغى نجيب مجلس النواب علشان يعمل تصويت أو نجيبهم حتى نجيبهم بعضهم يدفعون لهم يقول لك كم بتدفعوا لي عشان يحضروا الجلسة يعني انت عليك واجبات ولا استقيل أطلع ما مش هذه يعني انت عندك واجبات وانتخبوك في دوائر على أساس تقوم بمهم حقيقة كانت الصورة معبرة من قاعة البرلمان وذلك الحديث الجدي الصريح الواضح لغة الأرقام أيضا والمسائلة حول الأرقام أنا أقول لك نعم شوف أولا اللي ما يشكر الناس لا يشكر الله أو اللي ما يشكر الناس لا يشكر الله بالتالي احنا يجب أن نشكر المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون على رعاية المشاورات في الرياض والذي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في لم شمل هذا الكيانات وأخرجوهم إلى بهذه الطريق هذه التخريجة اللي صارت وأتمنى أن تكون يعني طبعا أن يكونوا أوفيا أيضا مع اللي ساعدوهم وجعلوا لهم هذه المكان هذا نشكر قيادة المملكة العربية السعودية مثلا بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكذلك دولة الأمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي جميعها الكويت عمان قطر البحرين إحنا يجب أولا اليمن هذه دولة ضمن هذه المنظومة ضمن منظومة الجزيرة العربية متى ما أخواننا أعطونا مثل ما أولونا هذه الرعاية أو قاموا معنا بالحرب وبكل الأشياء يجب أن يعرفوا أنه هذه اليمن استقرارها وكبه هو من استقرار هذه المنظومة وأيضا على الدولة بمجلسها القيادة والحكومة ومجلس النواب والشورى وكل مسؤول بحافظين وكذا يجب أن يرعوا مسؤولياتهم حتى يكونوا دولة دولة جديرة بأن تكون ضمن هذه المنظومة نحن اليوم عندنا مشكلة كبيرة وهي كيف نزيح الانقلاب أول شيء لأنه طالما هناك انقلاب والعاصرة كيف اليوم الناس هذول يتوحدون على هدف واحد وهو إزاحة الانقلاب من ثم استعادة مؤسسات الدولة كاملة وتبسط الدولة سلطتها على كامل التراب يعني إزاحة الانقلاب كيف يحضر هذا الهم وهذا الهدف الاستراتيجي لكل يمني في ذهنية القيادة السياسية وهي تؤدي صلاة العيد اليوم في عدن هل تجد أنها هذه الاهداف الاستراتيجية حاضرة في الذهنية بمثل هذا التواجد ما نبغى نقلل أيضا من تواجد الدولة يعني هيبة الدولة وشكلها وجودها مقرد الوجود بشكل مختلف ووجودهم في الصلاة صلاة العيد كلهم في صف واحد أيضا أعطى أنه وكل المناطق ومن كل أطياف اليمن ومن كل يعني الكونات السياسية كلهم موجودين هذا أعطى أنه قلت لك في البداية اليمنيين مصرين علي أن يعيشوا داخل دولة هذه الدولة لها مؤسسات لها كبا وأنها موجودة على الأرض وجود الدولة على الأرض اللي المواطن هو يحس به لأنه لو ما تحس أنت مسؤول بالحين حتى لو كان رجل مرور تشوفه أنت في الشارع يكون في هيبة نعم لكن عندما يكون مش موجود كل واحد بيصيب شي بيقطع الخط بيعمل كذا لكن عندما يكون حاسس أنه في رقابة وفي دولة وفي هيبة للسلطة هنا تكون هنا تكون الفاعلية يعني الناس عندهم أعمال كبيرة وعندهم أنا قلت لك إحنا لا نقدر نشر أعمال الناس وإيش أنهم معولين على هذه الحكومة أو هذه المجلس والحكومة ومجلس النواب معولين عليهم يعني أعمال كبيرة ومعطينا فرصة أنا أعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة أن نكون أو لا نكون لأنه أول شيء مجلس القيادة هذا إذا لم يتوحد هو هم يتوحدون هذول الثمانية كلهم يكون عندهم هدف واحد ما نبغاش نسمع اليوم مثلا بيتعز كيف تعيش تعز والله ما أساوي تعيش تعز وابعا ما أساوي إذا كان ضرقات يعني داخل داخل المنطقة اللي هي مسيطرة عليها الدولة ما تسمى الدولة أو الدولة يعني اللي هنتكلم عنها منافذ الدخول إلى المدينة إلى المدينة وهي مسيطرة عليها بعض القوى من اللي هي تمثل في الشرعية يعني بالتالي أنت اليوم وتشوف الناس يعانون لا حتى الطرقات حتى الطرقات رغم مرور السنين إلا أنها وهي المنافذ الوحيدة للمدينة إلا أنها ظلت متعثرة وظلت الحوادثية دائمة وهذا الآن أنت لم يكن في طريق أنا أشوف الطريق قدامي هذا وشوفها مرصودة وتضطرني أطلع الجبل وتعرض الحوادث وتعرض للتقطع والنهب نعم حتى تأمين الطريق اليوم المسافر حتى المقتربين يخرج من هنا هو يعاني يعاني ما يقدر يحمل معه ما يشير الأولاد من الوديعة إلى العبر إلى العبر إلى تصل إلى ولما يخرج من عدن بعضهم بس بغيروح يعيد في منطقة أخرى منطقة في تعز منطقة كده عهري بالتاني أنت هذه المسؤولية اليوم أنت كيف تقول لنا إذن هي هموم سياسية هموم أمنية هموم اقتصادية أمن الأمن الأمن شيء هذه يجب أن تنعكس الآن باتت آمال أمنية آمال عسكرية آمال سياسية واقتصادية وخدمية نريدها أن تكون واقع أمني وعسكري وانتصادي وخدمي مختلف أنت الآن إذا تبقى تبسط سلطة على اليمن نعم طبق الأمن مثلا في عدن طبق الأمن عدن عندك تمام عدن الحمد لله لحجة ظالع أبيا حظر موت لأبيا الفترة وهذا يعني تحيا نقدمها للسلطات في عدن وفي ذا إنه يعني كانت فعلا أعطوا نموذج ونتمنى أن يستمر وتزيح بعض الإشكاليات البسيطة نحن ما نبغى نبغى نتكلم بالتفاؤل لأنه اليوم نحن صراحة والسياسة والعمل فالن ممكن ونحن في عيد أيضا نريد اللغة التفاؤل عيد الناس رغم هذا قلت لك شوف الناس معيد أنت شوف أنت تبغى تعرف أن الناس عندها عمل يخرجون يعيدون رغم الرصاص يعني يعني ليش لأنه الناس ما يبغى يفقد الأمل الحياة الشعب اليمني متمسك بالحياة هذا الشعب يستحق أن تقود قيادة حاسة بهذا الشعب ما يبغى شيء قيادة تجي جالسين كل واحد يفكر في حزبة أو في جماعتها أو منطقتها أو في كده أنت فكر في هم المجتمع اليوم خلصوا الناس من هذه العصابة اللي جاثم حتى تعطوا صورة للناس اللي يعانون مع انت حتى الحوزي يعني أنت اليوم هابهن الملايين في المحافظات الخابعة لسلطة الميليشيات هم اللي يعانون كيف تعطيهم أنت أمل كيف تعطيهم يعني ذا لما يحسوا أنه في دولة خلاص بيبدوا يتحركون نعم صحيح لكن عندما يحسن ما في دولة يقول لك أنا قلنا بروح من هنا إلى هنا إشي الفايدة قلني جالس مع هذه الجماعة بتعايش معهم عندما تصير دولة موجودة بتبدأ الناس تتحرك نك بتصور الناس وأيضا أنا رئيس مجلس النواب بتحدث عن السلام السلام لن يأتي بكلام عمل السلام يأتي بقوة متى ما كنت انت قوي ومستعد السلام هذا الحرط هي أداة من أدوات السلام القوة أداة من أدوات السلم يعني إذا أردنا أن نجعل سلاما حقيقيا لازم نكون أقوياء ونملك القوة مقابل مش قوتها هذا ضعيف ما عنده أنت عندك قوة قانون عند قوة عندك قوة شرعية محلية أقليمية لكن عندك قوة ردع أنك تردع ويأتي لكن ما با يأتي للسلام وأنت يعني متفرق أو ما لديه قوة أنتظر ما جاش للسلام ننتظر ونخلي الشعب يعاني ما ما إذا متى ما ينتظر الآن هو هدنا يلعب فيها حين تجد في الصورة وزير الدفاع وهو يتحدث بتلك اللغة الواضحة والصريحة ويوجه رسائله لكل المجتمع اليمني بتهنيئته للجيش الوطني بانطلاقه نحو الجيش بتفكيره في الجيش هل هذا التفكير سينحكس على منظومة قيادة الدولة كلها من حيث الاهتمام بالجيش من حيث تسليحه تدريبه تأهيله معاشه يعني صحته تواجد الخدمات اللازمة لهذا الجيش للانطلاق لهذه المرحلة مرحلة السلام ما بشك كل كل مسؤول يطلع يتكلم في أي لحظة هذا شيء ويعطي الناس خاصة في الجيش والأمن اللي هم مرابطين يعطيهم معنويات إن معهم قيادة تحسسهم بأنهم موجودين وإننا نحن نتابع لكم نعمل لكم كذا نحن اليوم هابي القيادة الآن وجودها وظهورها وتطمين الناس ونتذكر أن وزير الدفاع لكن نحن نقلت لك في البداية نعم نحن ما نبغاهم يقولوا أننا نحن كنا نبغاهم بس أننا فاقدينهم أول بس عشان نشوفهم في التلفزيون وتكلمون فإحنا كنا فاقدينهم على الأرض أن الناس تبغى تحس أن تتحسهم وزير الدفاع يبغى يحس العسكري أنه يستلم راتبة أن البخيرة والقوة اللي عندها تكون عندها مقابل هذا الكلام يبغى وزير الدفاع يقول اليوم نحن في التسليح عملنا كبا في الرواتب عملنا كبا في المناطق عملنا كبا في التغيير عملنا كبا الناس تبغى تسمع أفعالا نعم صحيح لا نريد جعجعه ولا نرى طحينا ونذكر بأن وزير الدفاع من سنوات ثمان ماضية لم يتواجد في العاصمة المؤقتة عدن آخر وزير الدفاع تواجد في العاصمة المؤقتة عدن كان يعني القائد الكبير الصبيحي الذي يتواجد للأسف الشديد نحن قلنا أنه منذ إعلان مجلس الرئاسة ما عندنا بغى نرجع للورق اليوم قلت لك من يوم تأدية اليمين في عدن لا هو يرسم صورة إيجابية هذا اليوم غير اللي قبله نتمنى أن يكونوا كلهم يعني أنت شوف الضورة أنت وزير الدفاع نعم كنت في مارب كنت في عدن كنت في كبا في الجبهة أنت كبا أنت إيش مهامك هل تقوم بمهمتك أنا ما أبراك تقعدني في معاشق وتناديني أنت اليوم وزير الدفاع المفروض يهني يروح يهني في الألوية في القيادات في كبا في الحقيقة في الحقيقة وزير الدفاع هنى اليوم من عدن ومن سواحل عدن لكنه هنى أعياداً كثيراً من جبال نهم ومن ساحة أنا أقول لك هو فيهني لكن أنا أقول لك هو بيكون إيش هو مشكور برضو زار المستشوى بأصيب عمل يعني لا فبالتالي مهمته لكن مش مهمتك أنك أنت تكون في المدينة مهمتك تكون حيث الثغور حيث الألوية حيث القيادات المواجهة رئيس الأركان قادة المناطق يعني أن ترى الناس يعني هناك هذا هو شغلك إذن هذا جزء من المهمة لكن أيضاً أحياناً مثل هذه اللحظة الفارقة الذي نعيشها ربما الاحتياجات للوجستيات الاحتياج لترتيب أوراق الجيش ووضعه على الطاولة فيما يخص التسليح فيما يخص الإنجاز المتعلق بالجيش قد تكون الجبهات الآن في هدن لكن هناك ما يصنعه يجب أن يصنعه القادة العسكريون أنا الآن أين وزارة الدفاع؟ أنا سأذهب أين وزارة الدفاع؟ في يعني تتواجد لا أبقى وزارة الدفاع أين؟ الناس تبغى مؤسسات أنا أبغى كل وزارة ستعود ستعود لا أبغى وزارة جارسية في الفنادق في عدن فكرة أن فندق فرياض أو فندق في عدن جاءنا الأمل جاءنا الأمل لا ليس الوزارة هي ستتواجد في أي مقر من مقرات العسكر الموجودة في كل محافظة أنا أظن أن الناس يبقوا يشوف لا أفتت وزارة الدفاع علشان يقدر المراجع ويقدر لأبا يصل لهذه الوزارة تعرف كما تقول لا نريد أن نعود إلى الماضي لكن سنذهب إلى الأمل وإلى العمل إذن دعني أخذ هذا الاتصال أيضا من وكيل محافظة ريمة محمد العسل أهلا وسهلا بك وعيدك مبارك أستاذ محمد أهلا وسهلا الكريم وعيد مبارك عليك وعلى جميع أفراد أبناء الشعب اليمني والقيادة السياسية الجديدة وكل الأحرار المتواجدين في أرض الوطن والتهنئة موصولة ونحن في الحديث العسكري موصولة إلى كل فرد إلى كل جندي إلى كل قائد مرابط في الثغور في كل مكان إلى أولئك الأبطال الحفاء لكنهم يرفعون اسم اليمن ويرفعون راية اليمن خفاقة في كل مكان أولئك هم الأبطال أولئك هم الأفذاذ وقبلهم ويتقدمهم أولئك الشهداء والجرحى الذين يصنعون البسمة وسيصنعونها على الدوام أستاذ محمد الحكومة اليمنية إذن اليوم في الواقع متواجدة في عدن منذ تشكيلها الأخير تقريبا ما الذي أكسب العودة الأخيرة للحكومة والتواجد المكثف في القيادات الدولة أيضا ما الذي أكسب فرحة اليمنيين شيئا وقيمة مضافة خلال هذا العيد في الحقيقة اليوم ما رأيناه بالأمس من خلال الصور وتواجد قيادات الدولة على رأس القيادات الرئاسة والنواب الرئاسة والحكومة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب حقيقة لسالة قوية جميع وهناك فرحة عالمة عم وأبناء الشعب اليمني بوجود هذه القيادات ووجود الحكومة لأول مرة منذ أكثر من حقيقة منذ أكثر من سبع سنوات وإن كانت الحكومة التواقد بين الوقت والآخر لكن اليوم فعلا هناك تواجد رسمي مكتف وهناك يعني نوعية في الإدارة الجديدة بإذن الله وهذا ما نتوقعه خلال الأيام القليلة القادمة التغيير هذا التغيير لحدث مؤخرا سيكون له ما بعده إن شاء الله وبالفعل سؤال يعني استقرار واستقرار الرئاسة واستقرار كل مسؤولية في الوطن هو الأساس هو الأساس ولذلك نشد على أيديهم نشد على أيدي الجميع الرجوع إلى أرض الوطن مجاولة الأعمال من أرض الوطن نريد استثاب الأمن والأمان والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن حتى يتمكن الدماء من مجاولة عمل هذا في العاصمة المؤقتة عدن وكل المحافظات المحررة وسؤال برسم هذا الأساس وسؤال برسم هذا الأساس أستاذ محمد تسمعني تسمعني نعم نعم برسم هذا الأساس التواجد في داخل الوطن هل بدأتم تأثير شقاقكم في الداخل هل بدأتم تتجهزون تحضرون الحقائب للعودة لممارسة أيضا أنتم في جدار الدولة وفي جدار قيادتها هل بدأ المسؤولون في القيادات في السلطات المحلية للمحافظات وباقي المؤسسات في التجهز والتأهب مثل هذا الحدث والذي يفترض أن يكون عاجلا كما كان لقيادة الدولة عاجل بالطبع آخي الكريم الكل بدأ بالتأهب والتجهز والكل حقيقة يعيش هذه الفرحة للعودة إلى أرض الوطن لكن هناك بعض الترتيبات بالنسبة لبعض القيادات أو يعني تعرف الوضع الآن في عدن يعني زحمة الإجارات زحمة البيوت كذلك في مأرب المسألة تحتاج إلى ترتيبه مع هذا الكل سيخرج كما ذكرت الكل بالفعل سيخرج والكل لا يمكن أن يبقى حسب علمي طامة وهناك يطلط دولة الجميع يعني الرئاسة والحكومة والنواب والشورى لماذا يعني من سيبقى خارق الوطن من سيبقى أنا في اعتخاذي لا يقل إلا الشرح ما أنا يعني لكن لا بد من ترتيب ولا بد أن يعود الجميع كما قلت رحلوا الآن الجميع يتعلم للعودة إلى عدن إلى معنى إذن بذلك بهذه الصورة إن شاء الله بإذن الله يفرح اليمنيون أكثر مع عيد الأضحى المبارك القادم يكون الفرحة فرحتين أيضا بعودة وقدوم كثير من مسؤولي لباقي المحافظات لترتيب الأوضاع أشكرك جزيل الشيك محمد العسل وكيل محافظة ريمة وكان معنا في هذا الاتصال وكنا معه في سؤال صريح بخصوص قيادات الدولة أيضا الآخرين لا يغيب عننا ولا يفوتنا أن قيادات الدولة ليست فقط هذه القيادات التي تواجدت في الصورة هناك مسؤول في المستويات المختلفة ماذا عن العودة والعيد طبعا نحن تكلمنا عن العيد وقلت لك هذا العيد يبع الحكومة ومجلس القيادة وكل المسؤولين أمام تحدي نعم هم الآن وصلتوا على الأرض ماذا بعد العيد 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 كم يوم بيخلص صحيح أنا هنجلس في العيد يعني لما تبع نقعد معايدين إذن نحن إذن أنا وأنت أستاذ حسين سنرقب المشهد وسنتابع وسنلتقي أبغى أقول شيء يعني يعني شيء اختصارا أنت اليوم في هذه القناة نعم إذا لم يوفروا لك المكان اللي تستطيع أن تقدم فيه خدماتك تقدم فيه مهامك ما تقدر وجودك فيها بيكون زي عدم نعم هذه لما تقول للناس عجوا بدون ترتيب أماكن أماكن عمل تجيب واحد تحطه في مكاتبه ترتيبوا هذا في قناة هذا في إدارة يوجد الإدارة يوجد في هذه الإدارة أيضا القلم اللي بيكتبه يوجد فيها الجهاز اللي بيشتغل عليه يعني يستطيع أن يكون في مكان الطبيب إذا بنيت مستشفى وما جهزت بمعدات ما عملت لكل شيء الطبيب وجوده فيه زي عدمه بالتالي أنت يجب أن تجهز كل المؤسسات لكي يكون الناس متواجدين داخل المؤسسات يقدموا مهام نعم بالتالي أنت جيب الناس وحطهم في عدن وخلهم تمشوا على البحر وعلى الساحل وانتهى الموضوع ما تبغى هكذا الناس تريد مؤسسة يعني إحنا كنا عودة المؤسسة إذن يبدو أن حديثنا في كثير من أوقات هذا اللحظة الفارقة اليمنيين يتكرر لدينا متطلبات ملحة ربما راكمت هالفترة الماضية لكن ما الذي بعيدا عن ما يجب أن يكون ما الذي لمسته أنت من بدء حركية العمل لدى مؤسسات الدولة سواء كانت أمنية اقتصادية معاشية كيف وجدت ذلك التواجد لمحافظة عدن ولخطة تطوير محافظة عدن المقدمة للمجلس الوزراء والتي يعني سمعنا عنها ويمكن أن تبدأ في التنفيذ لاحقا وقريبا كما أقيل وكما أقر أيضا البنك المركزي وإجراءاته كيف لمست العمل كما تقول طبعا أولا بتعيين الأخ أحمد حامد لملس وزير دولة في مجلس الوزراء هذا يعطي أهمية لدور عدن وأنه بيكون هو مشارك في جلسات مجلس الوزراء هذا يعطي أنه سيطلح يتابع خطته يتابع خطته وهذا أهمية لها يعني أشياء ورمزية كبيرة لكن الشيء اللي إحنا نبغى نقوله أنه الأشياء الملفات زي ما تفضلت تسع عياد تسع سنين وإحنا نفس نفس الملفات عندنا نفس الكلام ما نفذنا منه ولا شيء عندنا أشياء متراكمة من النظام السابق وعندنا أشياء عندنا حاجات كثيرة لكن العذر اللي عندنا أن الإنقلاب ما خلاك أنت تكون بواجباتك لكن نحن نقول أنت اشتغل يد تبني ويد تدافع ما تقع لشيء تكسح تكون كلنا في الجبهة في ناس تشتغل في ناس تقدم للناس المرضى الكبى الإلاج الكبى يعني اليوم الشعب اليمني يدور يبغى الريال وقيمته وأثره على أنت بأثر شوف الاقتصاد هو اليوم عندما يكون البنك المركز تكون هناك الميزانية الآن وضعت أول مرة الحمد لله هنال الميزانية وقرعت الميزانية لكن مع أنه ما أعلن أي شي في الميزانية صحيح وهذا اختلال وهذا اختلال لا يمكن المفروض الميزانية تعلن الناس يشوفوا أي شي أعلنت في الميزانية إيش جبت لي بالميزانية هذه يشوفوا أن الميزانية والله الدفاع بنصرف عليها كبا الكهرباء بنعطيها كبا كل وزارة كل جهة مؤسسة معروف أشلاف الميزانية هذه حتى يفهموا الناس قالوا السلام عليكم وقبنا وقعوا وانتهينا ما أحد عارف الميزانيات تعلن أعلنوا الميزانية أنت جبتها يقولك يا في الإعلام هذا هو المشكلة من 2018 هناك إعلانات عن موازنات وعن ميزانية هذه الميزانية اللي أقرت الآن أين هي الناس تسأل إيش بالميزانية أنت وقريت ميزانية حق التسع سنين ولا الميزانية حق ثنين وعشرين عندك تراكمات وعليك ديون حتى الموظفين الدولة موظفينها مدينينها رواتبهم دين على حكومة عادوا ما سددتها الحكومة يعني أنت قيبت ميزانية يحكم الناس ما في كنام بالتالي الشعب اليوم طموحات كبيرة لكن أيضا صابر يعني ما أعطي فرصة أعطى فرصة أعطى كبه أعطى كبه وبعضهم نفكر المسؤولية هذه سهلة لما يجي يحلف يمين وتولى مسؤولية انتصب قال لك أنا خلاص وخطب فيك هذا ما ينفع يعني تأكد أنه هذا يضعك أمام مسؤولية أنا يعني أقدم شكر خاص يعني للدكتور العليمي الرجل اللي توازن يعني وكلامه يعني كلام معقول يعني فيه كلام يعني إيش أنه ما ما بش فيه أوعاد وعود ما بش فيه يعني حاجات لكن أيضا الناس برضه تبغى حاجة في روحهم يعني طبعا الزيارة الأخيرة للمملكة العربية السعودية هو تحدث عنها أنه احنا طرحنا كل الهموم كل الأشياء أمام الأشقاء والأشقاء وعدوهم بأنهم يكونوا يلبوا طلبات طبعا لكن أنتم برضه عندكم دور إحنا اليوم نريد الدولة تسيطر على مواردها نقطة أساسية نقطة أساسية أنت تسيطر عشان تساعد الآخرين عشان يساعدونك أنت خلي البنك المركزي اليوم الهدنة يوم الهدنة أنت في عدن يلا شقل المطار زي الناس شقل الميناء سيطر على المؤسسات اللي عندك مواردها الموارد اللي تجي لها تدخل البنك هذه الموارد كلها يعني خليها هنا الآن الحكومة نسألهم كم دخلت الآن للدولة أنت من يوم وصلت سأل الدكتور معي هل سيطروا برضو المرافق اللي في المناطق المحررة مطار الريان مطار ميناء المكلة هذه المواني هذه كلها يجب أن تدخل قبل ما طالب الحوسي اللي بسيطر على الحديدة أنا عندي مواني في عدن في كبا أنت أنا بخلي ميناء الحدد هذا فاضي إذا شقلت ميناء عدن وإذا شقلت ميناء المكلة الناس كلهم بيستغنوا عن ميناء الحديدة بيصيد أنت تقطع الشريان اللي عندي الحوزي يعني هناك حديث هناك حديث عن خطة ومصففة لثلاثة شهور يتم تم في ذا خلال ثلاثة شهور بناء على ملاحظات البرلمانيين هذا وعد حكومي وكان قبل عيد الأضحى المبارك ضمنها هذه الهموم وهذه التطلعات بس إحنا الآن وما نتكلم إحنا طبعا برسم الانتظار لهذا الإنجاز وهذا العمل إحنا نذكر ونعطي الناس أنه في جماعة إحنا نجينا هنا نتكلم بهموم الناس أنا إخي إحنا لنا أنا لي أكثر من 40 سنة وأنا مقترب وكنت تتمنى أني برجع اليمن وأني بيكون عندي كذا وعملنا من زمان وارجعنا الآن آمالي هذه تقلصت أولادي الآن قدهم يقول ما بروح اليمن اللي ولدوا هنا وروح كذا إنت اليوم طموح الناس يعني إنت اليوم إحنا يعني عندنا قلت لك هموم ومشاكل وعندنا إمكانية يعني السيطرة عليها عندك عندك موارد نعم هذه الموارد يعني للأسف الشديد من الموارد هذه كلها في المناطق المحررة وتحت سيطرة الدولة دولة تمام لك وين تروح أبي وين هي يعني إذا كان محافبة أو كبا ما تورد للبنك يعني الماليشيات نفسها بتقول أول خلي صحابك يمشوه لي عندك إحنا اليوم أمام تحدي أنت التحدي أنك توحد مؤسساتك في كل المحافظات توحد البنك عندك بنك مركدي توحد الإرادات أنت تجيب ميزانية الميزانية كيف حسبت أنا زي ما قلتك في البداية حسبت فيها إرادات ولا بس تبغى تجيب يعني بدون إرادات تبغى تصرف اليوم أنت تعرف المشكلة الحقيقية أنه إحنا متى ما استعدنا الدولة بإذن الله تعالى وصارت الدولة اليمنية قائمة كيان كامل في كل المحافظات كم كم الدين العام علينا إحنا اليوم ما أحد عارف كم دين الدولة العام اليوم تمام يعني بتصبح أنت أمام تحدي كبير فبالتالي اليوم إحنا مسؤوليتك أنت أنك تضع الناس أمام مسؤوليات أمام أنه هذا اليوم طيب ما هي ما هو وجه الشراكة الممكن ما بين المواطن والقيادات اليوم سواء كانت شراكة مساءلة أو شراكة إنجاز وعمل أو شراكة يعني رسم خطط وأهداف كيف يمكن أن نمشي بشراكة لأن المجتمع إن لم يشارك إن لم يتابع إن لم يقف على إنجاز حكومته ومسؤولي فربما تتسرب يعني الآمال والطموحات التي يعلقونها عليهم الشراكة شراكة وجود نعم شراكة وجود مش شراكة يعني والدول والمسؤولين هذول كلهم من المجتمع نعم مش جايين وغرب حنا ما جيبنا الناس من هم أمس بعضهم أمس عادة كان عادي واليوم أصبح مسؤول ها بيتضع أمام تحدي أنت من فين جيت هذول كلهم يجوا من وين هو كان يعاني لكن لما يطلع أظن مكان الكرسي ينسيك الأشياء اللي تكون فيها ما أنا عارف أنا لما أكون مسؤول في مكان المفروض أني أنا حسب المعانا اللي كنت بالناس اللي كنت أنا واحد منهم نعم صحيح أغلبهم هذول ثاروا في فبراير على إنجاز التعبير أنها ثورة يعني وقالوا أنه باك النظام كان يعني مستبد وكان كذا اليوم أنتو مسؤوليتكم أنكم يعني تخففوا عن ناس أقل عاجة يعني بالتالي هذي مسؤولية والمسؤولية المواطن متى ما وجد أنه المواطن يحتاج إلى شراكة الشراكة يحتاج طرفين الدولة تقوم بواجبها وأنا أقوم بواجب يعني هي يعني تبادلية يعني المواطن يحس أنه عليه واجبات تقول حقوق أنا ما أبغى من المواطن بس جيبي الواجب اللي عليك لكن حقا أنا أجيب التاجر أقول له تعال أبغى تستثمر بدون حماية بدون ما وضفر له ولذلك كانت سأولي عن شراكة الحقوق أكثر عن مسؤوليته في مراقبة المسؤولية مسؤوليتك أنت تبغاني أنا أكون شريك معك بأيش يعني الشراكة هذه تكون أنت أنت من جنبك وأنا من جنبك أنت تعال أبغى الناس كلهم يالله يا جماعة أحنا الآن مغترمين يروح لما المنفذ بس يحس بالحكومة عند المنفذ يحس صوح أنك أنت بس لما تيقي ولا في السفارة تقيد جدد جواز تقول لك يدفع 400 ريال بس المواطن يقي شريكة الدولة لما يدفع لها لكن لما يبغى منها حاجة ما يحصلها إذن هنا مشكلة مصيبة يعني فبالتاني أنت أمام أنه أنا أبغى إنسان يكون بواجبة أبغى أجد المكان والدولة ولابة الشريكة اللي معي أحصلها وقت ما أنا أحتاج نعم صحي هنا هذه الشراكة مبنية على على يعني قلت لك على علاقة وجود وجود الدولة جزء من من العش من هذه الشراكة مع المجتمع والتغيير في الدولة والكذا هي أساسا لدورة المجتمع إذن هذه رسائلنا إذن بهذه المناسبة مناسبتين أو مناسبات بالأحرى نقول عودة الحكومة وقيادة الدولة نقول العيد ونقول تواجد الحكومة والمسؤولين في العيد وقيادة الدولة في العيد أنا يعني أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا وممنون لكل ما طرحته لأنها رسائل موجهة لكل المعنيين سواء في قيادة الدولة أو أيضا المواطن الكريم في كل مكان ونحن برسم صناعة الفرحة وصناعة الأمل معا أشكرك جزيل الشكر أمين عام الجالية اليمنية في المملكة الأستاذ حسين بهميل وأنت عضو الوفد المشارك أو الحراك الجنوبي المشارك نشكرك على تواجدك ونشكرك على أطروحاتك ونشكر كل يمني مخلص يعمل بجد ويفني وقته في خدمة هذا الوطن وفي خدمة المواطن هي لحظة فارقة من لحظات اليمنيين ينتظر اليمنيون من قيادتهم الكثير وينتظرون العمل والإنجاز وهذا ما نتطلع إليه جميعنا خلال الفترة القادمة سنرصد يوما بيوم ماذا أنجز كل مسؤول وماذا قدم للوطن والمواطن كيف تحسنت أوضاع اليمنيين في الداخل والخارج مسؤوليتكم وفي أعناقكم وهذه الفرحة التي نشعر بها اليوم ونحن في عيد الفطر المبارك من هذا العام التاسع لانقلاب وتمرد الحوثيين نحن نعيش هذه الفرحة لأنكم تواجدتم فقط هذا التواجد الرمزي الأول لكن نريد أن نفرح أكثر بالتواجد الفعلي الأول والثاني والأخير على أرض الوطن وفي كل محافظاته وفي كل شبر من ربوع وطننا الغالي عيدكم مبارك أعزائي المشاهدين وأشكركم لمتابعة هذه الحلقة من تغطية خاصة وقد أفردناها لعودة قيادة الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن تواجدها بين أوساط المواطنين أشكركم جزيلا شكر ونلتقيكم في تغطية خاصة قادمة في أمان الله